أغلقت الجهات المختصة جزءاً من طريق دراب السعيد سموع الذي يربط ليو الكرة مع باقي ألوية محافظة إربد بعد حدوث هبوط وتشققات بطريق رئيسي وقال مواطنون لرؤية إن الانهيار يزيد من معاناتهم على الطريق الذي مضى على العمل فيه أكثر من ثماني سنوات فيما رمى نائب جعفر ربابع الكرة في ملعب وزارة الأشغال العامة مشيراً إلى تقصير بمتابعة أعمال المشروع الذي قفزت قيمته من أربعة ملايين دينار إلى 12 مليون دينار بسبب الأوامر التغييرية الطريق هذه نحن نسميها طريق الموت أبنائنا قاعدين بروحوا ضحايا توفوا اثنين وقبلها توفوا اثنين وقبلها حادث باصف قلاب وعلى الطريق الأشرفية كفر الماء توفوا برضو عندنا شباب اثنين فهذولا أنا بقول وبأعلى صوتي يعني أرواحهم راح أتحدر بسبيل أنه سوء الطريق المرة باللواء ابني كل يوم بروحوا بيجي على قربة ددوا بدوا عليه يقبعني عليها على راحته حلى نفسه لازم أنه يتلخد من اللواء هذا لازم مسؤول مزير الأشغال أيش معنا ما بيعرفش اللواء الكرة والله العظيمة عام نشوف مزير أشغال باللواء الكرة بدنا نعرف الأوامر التغييرية لوين وصلت لهذا الرقم لهذا الرقم المبهر 12 مليون نقدر إحنا نفتح طريق أخرى بدل هذه الطريق لو كانت الدراسات جادة في هذا المور أعلم أن هذا الملف حول إلى دائرة الفساد ولكن لحد هذه اللحظة ما وجدنا طحينا على أرض الواقع تققق تكيرุ من المستمر Bayern كنت من عدم egy Zumغر بالقال أكثر كل جديد اشتركوا في القناة